امام عشور اتكلمني عن مهاجم هكلمك الاول على امام عشور جاهزية امام عشور احنا كنا هنا يا كريم واتكلمنا وقت ما اثير عن قصة اصابة امام عشور وان امام عشور مش هيكون جاهز قبل 3-4 شهور الحلقة دي كانت بتاريخ 20-7 كلمنا هنا على ان امام عشور هيكون جاهز اشهد اشهد ذكرك جماعة محمد جمال قال انه ما فيش كلام من ده وانه امام عشور هيبقى موجود مع النادي القادة قبل بداية الموسم وان الاصابة بتاعته مش كبيرة وجاب حاجات تباية لو تفتكروا كده وشوية اشهد انت هو الراجل برضا دكتور يعني فجاب شوية اشعاعات كده والصور وحاجات كده قعد يشرح تباين وقال انه الراجل هيبقى جاهز قبل بداية الموسم وقد كانوا امام عشور جاهز مع النادي الاهلي قبل بداية الموسم في المباراة الاولى يا كريم للنادي الاهلي يعني حتى قبل بداية الموسم بشكل رسمي امام عشور موجود امام عشور لعب خد جزء من المباراة قده بشكل ممتاز واضح تماما الجاهزية الراجل بينزل اشتغل تحت وانا فيه لقطة اجابها لامام عشور تحديدا عايز اتكلم عليها وهكلمك كمان على كريمي دي بيس لان كريم عمل مباراة كبيرة جدا في الامام عالووني في رحلة البحث عن بديل علي معلول في رحلة خليفة علي معلول لان انا اتكلمت هنا وقلت انه هو ليه الراجل معجب بكريمي دي بيس لانه مع الفارق انا واضح هو كلام واضح مع الفارق في الكواليتي والخبرات ما بين علي معلول وما بين كريمي دي بيس لعب 18 سنة 19 سنة مش عايز دي حط عليه ضغوط لكن في النهاية هو بروفايل مشابه لعلي معلول وهقولك هو للراجل لما نتكلم علي كريمي دي بيس شايفه انه هو مشابه لعلي معلول كطريقة لعب يخدم طريقة لعبنان امام عشور هاتلي قاتلي بقى القطاب دي امام عشور مباشرة بصك كريم الراجل دلوقتي اللعيبي اللي بيعمل لسبرينت ده انا بس انا كل اللي يهمني القصة مش انه عد واحد على واحد ولا انه دخلت 18 يهمني نقطتين رقم واحد هو اللعيبي اللي كان عامل الباس من تلت ملعب الاول للنادي الاهلي في الهدف التاني الراجل بيخش عد واحد على واحد ما عندهش مشكلة فين من على الاندلايم بتاع الملعب بيخش تاني بيحاول اه بقى كان فيها عرقالة ما كانش فيها عرقالة لكن في النهاية مش ده اللي يهمني النقطة الثانية أنه بص شفت إمام عشور موجود فين؟ إمام عشور موجود على الوينج ليفت دي الأدوار اللي كان بيطلبها من حمدي فتح أحيانا واتكلمنا عليه هنا أنه هو ده اللي يطلبه من إمام عشور أنه الرجل بيشتغل مركز ثمانية عنده واجبات دفاعية لكن هو اللي يطلب منه أنه يعمل الاختراقات لما يدخل الجناح الأيسر اللي هو في الحالة دي بيكون حسن الشحات أحمر عبداليد وإمام هيتفوق فيه عن حمدي فتح إمام أصلا مركزه الأصل هو الجناح هو ده مركزه الطبيعي بالإضافة لقدرة إمام بأنه يرجع يعمل عملية التقطية والواجبات الدفاعية اللي بيعملها فإمام لعيب مهم جدا في خطة مارسي الكولر النقطة الثانية مفيش لعيب أنا قلت لك هو عامل الباص بتاع الجون التاني الأولاني بداية الهجمة من الثالث الأول هنا بنتكلم على الاندلاين بتاع الملعب الراجل بيعدي ومعندوش مشكلة خالص بيعمل سبرينت من نص الملعب لحد الاندلاين وفي سباق سرعة مش قضيتي برضو السرعة على قد ما هو الراجل جاهز تماما أن يكون موجود فإمام عشور موجود في مباراة السوبر ورقة مهمة جدا جدا لمارسي الكولر أخيرا عشان أنهي الكلام في المباراة عايز أتكلم على كريم الدبيس وفي لقطتين احنا جابينهم لكريم الدبيس خلاص دي اللقطة بتاعت إمام خلاص عايزين اللقطة بتاعت كريم مصدام عتز محمد اللي هيبتدي الهجمة كريم لعيب بيحب مارسي الكولر قوي علشان هو عنده القدرة بتاعت محمد عبد المنع مع الفارق أنه بيقدر يبني هجمه وقف هنا وقف هنا ارجع تاني فهو علشان كده شايف أن معتز يقدر يبقى شغال لأنه أشول كمان مكان محمد عبد المنع بص هنا كريم في نقطةين مهمين بيعايزوا مارسي الكولر في الظاهير اللي هيلعب مكان عالي معلول القدرة على زيادة لجمية والكنترول على كرة وأنه يقدر يدريبل بص هنا انت لو شايل الرقم وكمل بقى هتلاقي نفس البروفايل نفس الستايل اللي بيشتغل به عالي نوعا ما كراته القصيرة لشغل مع الجناح الراجل بيعمل بيحطه كرة تحت رجله بيكمل وبرجع يعمل الباص بعد كده الأحمر عبدالقادر كمل كمل وكمان أجيب لك الجول التالي ممكن الناس متفرجتش عليها كريم كوالتي صعبة شوية كمل 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 كمان بس الراجل هنا قادر انه يوصل لحد الـ 18 قادر انه يدريبل بشكل جيد قادر انه يعمل عمل شغل دفاعي ممتاز في المباراة لكن دي الوقت مش خلال نتكلم على المهم الدفاعية اللي عملها وقت لبقى الجول التالي يمكن الجول التالي بتاع صلاح محسن كرة اللقطة اللي بعدها على طول جول التالي بتاع صلاح محسن ناس مش هفتوش مبارح يمكن بسبب هو ده الجون احنا بنحاول قدر كان وقف يعني وقف امشي فريم فريم لانه الكوالتي صعبة شوية ارجع شوية ارجع شوية تاني فريم فريم دي هتبوز الكوالتي الخاصة لا يعني علشان بس الناس تبقى شافة نعرف نشرح اللعيبي اللي خد الكرة ده الناس اللي كان نتكلمه يعني خطأ قال لان الجمه لم ينشر امبارح الناس اللي كلامتا ان الرضا سليم هو اللي عمل بتاع الجول التالت اللي عمل بتاع الجول التالت هو كريمي الدبيس كروس قبل الاندلاين عمل ايرلي كروس من قبل الاندلاين بتلاتين متر حط الكرة التحرك بتاع صلاح محسن هيد ممتاز التيكوف ممتاز من صلاح محسن رأسية الهدف التالت ليه النادي الاهلي فانا كان مهم جدا نتكلم على الراجل الكنتريشن والدريبلينج اللي عمله كريمي الدبيس دي كان واحدة من الحاجات اللي بيعمل عالم علول اتنين الكروسات المزبوطة اللي افتقادها النادي الاهلي الموسم الماضي كريم الدبيس هو اللي بيعمل الكروس لصلاح محسن فيه كرة الهدف التالت فوجب التنويه لان نشر خطأ ان رادة سليم هو العمل الاسيست والعمل الاسيست هو كريم الدبيس وتاني اه بعتذر ان الكواليتي ضعيفة شوية لكن يمكن الناس يمكن الناس هيا لا بعتذر لان الناس هو الجل لم يعرض هو مش موجود حتى على السوشال ميديا مين اللي كان بيسور واحد من الجماهير انت عرفت ان مارسل كورول ادائي جدا هو ما كانش عايز انه دا يتم ولان الناس تسألت طب لما في حد من الجمهور طب ما تزعش الى على قناة النادي الاهلي لان راجل كان مقرر انه لا يتم ازاعة المباراة وانا قد سألتني انها حتى كانين قلتلك مارسل كورول يرفض تماما ازاعة المباراة الودي والموسم الماضي والموسم الماضي حتى كان لسه جايب قال له اسبوع الاهلي لاعب تلات المباراة الودي رفض تماما ازاعة الودي ولا حضور اي حد من الاساس ويمكن حضور الجماهير كان بعد طلب من الجماهير والجالية المصرية في النمسا طلبوا عارف ليه هو ما بيحبش زي المطشط علشان التاكتكس اللي بيعملها في المال عارف انه محمد جماهير ايطلع يحلل كل حاجة لا ده ما جبناش حاجة خالص احنا اكلمنا على الحاجات اللي تمت يعني اه اللقطات البسيطة اللي تمت فانا هنا حابب اثني جدا على كريم دي بيس يا كريم قدم مباراة ممتازة ممتازة بيطمن مارس الكولور بيطمن جمهور النادي الاهلي على مركز الباكليفت لقدر الله في حالة غيابة على المعلوم لأي سبب ده فيما يتعلق بالمباراة الله سبحانه